وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحصى تفسيرا الذين يخشرون على وجوههم إلى جهنم أولاها أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا انهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتها فذمرناهم تدميرا وقوما إن لما كذبوا الرسل أورغناهم وذعلناهم للناس آياء وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرسل بقرونا بين ذلك كثيرا وكله ضربنا له الأمثال وكله انتبرنا تديرا ولقد أتوا على القرية التي امترت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعد الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أو صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأ أن تكونوا علي وإله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا ألم تر إلى ربك كيف من تصل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكوه الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهر نشورا وهو الذي أرسل دياح بشرا بين ذي رحمته وأنزلنا من السماء ما أو طهورا لنحي به بل ذميتا ونسكاه مما خلقنا أنعامه وأناسيا كثيرا ولقد صررناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعدنا في كل قرية نذرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا الدنفرات وهذا علم أجاج وجعل بينهما برزخا وإجراء محجرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وشرا وكان ربك قديرا ويعفظ تميد الله ما لا ينفعهم ولا يدرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذرا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيله مسطول الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاده النفرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها شراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شطورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما والذين يقولون ربنا صفا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله لهم آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وأخرج فيه مهنة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله ممروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سمى وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذجياتنا قرة أعين وجعلنا لمتقن إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك علاك المؤمنين إن شاء نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناهم لها قاضين وما يأتيهم من ذكرهم من الرحمن المحدة إلا كانوا عنهم معرض فقد كذبوا فسأتيهم أنباء ما كانوا به يستازعون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإن هذا ربك موسى أتلقوا بالظالمين قوم فرعون على يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا يأتدقوا لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذاهم فأخافوا أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إن رسول رب العالم أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا ولدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعل ذكا الذي فعلت وأنت من الغافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تهدنها علي أن عبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمطلب وما بينما إن كنتم بعقلون قال لا إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلون قال فأت به إن كنت من الصادخين فألقى عصر إذا هي ثعبا مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساح معليم يريد أن يخرجكم من أرضكم باستحديه فماذا فأمرون قالوا الأرض هو أخاهم وابعد في المدائن حاشرين يأتوك بكم ساح عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقل للناس هل أنتوا مستمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا يوم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أَإِنَّ لَنَا لَأَجْعَيْهِ إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة في العون إِنَّا لَنَا نَحْنُ الْغَالِبُونَ فألقى موسى عصاك فإذا هي تلقوا ما يأفقون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك برؤي الذي علمكم صحر فلا سوف تعلمون لا أفضعن أيديكم وأرجلكم من خلافهم ولو صلبنكم في جذوع ناخل ولا تعلمن أينا أشعر عذابا وأبقى قالوا لن نترك على ما جاءنا من البينات والذي فضرنا فقضم أن تقاب وبرزت الجهن الغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعملون من دون الله فلبا من دون الله فلنأسرونكم أو أنتسرون فكبكبوا فيها مم الغاوين واجهوا لإبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون كالله إن كنا لفضل المبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شابعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآيته وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم روح من المسلين إذ قال لهم أخو من نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجرية أجرية إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطعون قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأردلون قال وما عندهم إن كانوا يعملون إن حسابهم إلا على رب إلا وتشكرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لإلا ابتهت يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم من حول الجن ومن معي من المؤمنين فأنجيناه وظمعه في الوحيق المشعور ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك الآلة هو ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت عاده المرسلين إذ قال لهم أخوهم مود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجر أن أجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل ذيء آية تعبزون وتتخذون مصر على أن لكم تخلدون وإذا بقشتم جبارين فاتقوا الله واطعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجدنا توعيون إني أخاف عليكم عزابا يوم عزيم قالوا سواء علينا أوعزت أم لم تكن من الوعزين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فاتقناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت عاده المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكن رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألهم عليه من أجنيد من أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هامنا آمنين في جنات وعي وزرعي وأخلق العماد وتنحدون من الجباد وتنفرين فاتقوا الله واطعون ولا ندعوا أمو المسلفين الذين يفسدون في الأرض ولا يستحون قالوا إنما أنت من المسحرين فإن عصوا سفقوا إني بليهم مما تعملهم وتوكل على العزيز الرحيم الذي أردت حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنهم واستمعوا العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا عن الصالحات وذكوا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويقتون الزكاة هم بالآخرة يقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيّرنا لهم أعمارهم ولم يحمهم أولئك الذين لهم سوء عذاب وهن في الآخرة هم الأفسرون وإذن تلقل القرآن من الحكيم عليهم إذ قال موسى بأهله إني أنا استنارة سآتيكم منها بخبرنا وأتيكم بشهابهم قبس لعلكم تستلون فلما أتى هندي من شاطر الوادي الأيمن للمقعد المباركة من الشدرة أي موسى إني أمضارف العالمين وألق عصاك فلما رأها تهتسك أنها جان ولا مدبر ولم يعقل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من صلمت مبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء غير سوء في تسع آيات إلى فرعون قوم إنهم كانوا قمر فاسقين فلما جاءتهم آياتنا ببشرة وقالوا هذا سهل مبين وجهدوا بها واستيقلتها أنفسهم زلما وعلوا فانظر كيف كان آقبة المفسدين ولقد آذينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا موطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقل الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائب لأعدلنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت رأتا ذنبهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عزيم وجدتها وقومها يسجدوها للشمس من دون الله وسيد لهم الشيطان وأعمالهم فسدهم عن السبيل فهم لا يهددون أن لا يسجد لله الذي يفرج الخبأ بالسماوات والأرض ويعلم ما تخن وما تعلن الله لا إله إلا هو رب العرش العزيم قال سنوزر أصدقات أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فنوزر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني أركى إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ واختوني في أمره ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوتي وألو بأس شديد والأمر إليك فأقول ما هذا قالت إنه من كذا دخلوه قارة أبسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون وإني مرسل من إليهم في أهديك فنعذركم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل آتم بهديةهم تفرح ارجع إليهم فلا نأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرج أنهم منها أدلة وهم شغر قالت يا أيها الملأ ويكون نأتيني بعرشها قبل أن يأتوني قال عفيتم لجن أنا آتك به قبل أن تخدمك بك وإني علي لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتك به قبل أن يردد إليك طرفه فلما رآه مختقرا عنده قال هذا من فض ربي ليبلوني أشكر أم أكثر ومن شكر فيشق من شكر فإنما يشكر يفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها نوزر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت خلاءها فذا عرشه قالت كانه هو وأوتد العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعمدني دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأتهم حسرته لجتهم وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارين قالت ربكم بسبب نفسه وأسلمكم مع سليمان الله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمن دافاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذاهم فريقا يقتصرون قال يا قوم لم تستعزلون بالسيئات قبلا حسنة لو لا تستغفلون الله لعم لكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عيد الله بل أنتم قوم وتفتنون وكان في المدينة تسعة رمضي يبسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن الولي ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرهم ومكرنا مكرهم لا يشعرون فأوزر كيف كان عاقبة مفهم أننا ذكرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خابة بما ظلاموا إن في ذلك لآية لقوم يعلموا وأنجينا الذين آمنوا وكانت تقون ولوطا إذ قال القوم يتأتون الفاحشة وأنتم تمسرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الإنساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن طالوا أخرجوا آل لوط من قرتكم إنهم أسوي الضهر فأجيناه وأهله إلا أن رات قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليه مطرة فساء مطر درين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون صداق الله اشتركوا في القناة